مرحبا بكم في شرح قواعد المرور في هولندا الدرس 37 درس اليوم بعنوان الفخ وحيكون الفخ رقم 12 فاصل ومنرجع تابعونا ما هي المخاطر إذا تجاوست متصابقا أو فارسا وهو على ظهر الخيل وكانت المسافة قريبة جدا بينك وبين الخيل عندنا ثلاث خيارات الخيار الأول سوف يرتعب الحصان وقد يختار مسارا مختلفا الخيار الثاني هاتبارد زالهير نيت أوبريا خيره أمداد دراوتر هاتبارد بستورت لن يتفاعل الحصان مع هذا الأمر لأن الفارس يتحكم به والخيار الأخير هاتبارد سخريكت ألين أل سيو كلاكسونيرت سوف يرتعب الحصان فقط عندما تطلق الزمور معكم تمن ثوانة تفكروا الجواب الصحيح الخيار الأول دات هاتبارد سخريكت أن موخلك إن أمدر روتي كيست لهون بنوصل لختم الحلقة شكرا على المشاهدة وإلى الملتقى في الدرس الثامن والثلاثين إلى اللقاء شكرا على المشاهدة